رغم العداء والتوتري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلا أن هناك هدفاً واحداً مشتركاً بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة إيران وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فكلاهما يريد أحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس السابق دونالد ترامب والذي ينص على أن تبقي إيران قيوداً صارمة على إنتاجها من الوقود النووي ليتم رفع العقوبات الأمريكية خمسة أسابيع من الحوارات التي جرت في فيينا بوساطة أوروبية بل اتفاق فأصبح من الواضح أن الصفقة القديمة لم تعد صالحة لأي منهما على الأقل في المدى الطويل فالإيرانيون يطالبون بالاحتفاظ بمعدات التخصيب المتقدمة التي قاموا بتركيبها بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاقية وعودة الاندماج مع النظام المالي العالمي بما يتجاوز محققوه بموجب اتفاقية 2015 من جانبها تقول إدارة بايدن أن استعادة الصفقة القديمة مجرد نقطة انطلاق ويجب أن يتبع ذلك اتفاق على الحد من الصواريخ ووقف دعم الإرهاب والحد بشكل كبير من إنتاج وقود كاف لصنع قنبلة لعقود لكن الإيرانيون يرفضون الآن ومع بدء جولة جديدة من المحادثات تجد إدارة بايدن نفسها إزاء قرار حاسم فاستعادة اتفاق 2015 بكل عيوبه يبدو ممكناً لكن الحصول على ما وصفه وزير الخارجية أنتوني بلينكين باتفاق أطول وأقوى يبدو بعيداً عن الواقع وفقاً للصحيفة من المحتمل أن تكون هذه نقطة ضعف سياسية كبيرة بالنسبة لبايدن الذي يعرف أنه لا يستطيع ببساطة تكرار ما تفاوضت عليه إدارة أوباما قبل ست سنوات الأمريكيون يرون أن إحياء الاتفاق النووي مجرد خطوة أولى لاتفاقية أكبر وقد شجعتهم رغبة إيران في تخفيف العقوبات المفروضة عليها ولكن الإيرانيين يرفضون حتى مناقشة اتفاقية أكبر ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية يلمح الفريق المكون من الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ضريف بأن اتفاقاً على وشك الحدوث لكن مسؤولين أمريكيين يقولون أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران تريد حقاً إعادة إحياء الاتفاق النووي رشخيات العربية